نقدم لكم رأسينا رجل الأعمال بالشهاب براهيم من مدينة سالة رجل الأعمال وابنوا المنطقة ديالسول من الشيخات العزوزيين دوار المفالحة وانا ابنوا هاد المنطقة وجيت نستثمر في هاد المنطقة ديالي مسقط رأس ديالي وجيت لنا لهاد الارض ديالي كما يستثمروا ناشي يستثمر في البلاد ديالي وحسي تجاري هنا يمسؤول كي يعني براسه هو مسؤول لانما هاد الطريق هادها يستثمر بكلها هراء الباب ديالي منك ندخل وهاد الطريق هاد الارض هادها نشري عند أستاذ أستاذ أيوبي وهاد الأستاذ هذا ما شرى هاد الارض حتى شرى الطريق هي اللولى شرىها ودرها في سبيل الله هاد العموم وقد دخل هاد البلاد اللي هي المرس القديم وشريت أنا عند السيد وكان كيدوز عليها بسيد السيد أيوبي من شوء هاد الارض في واحد وتسعين وكندوز عليها جميع وكندوز عليها جميع من اللي جهت السيد جارنا اللي يعني رأسه هو مسؤول شرى هاد الارض عند عمامه سد عليها آنية ما بقى يدوز ولا تركتورات لعندي الضيئة آنية فيها الرمان فيها الغلات كلها لكم يدوز الفلاحة دينا في أرض أخرى عندنا ندخلها كتبقى محبوسة علينا ها انتم ما تشوفوا الحالة تهرس الجوح النهار هنا يا انا في الدر البيضاء بشي ديتو حطوه موبيل ديالي دير فيزيو كازا تعتاصل بي الولد ديالي قال يابا اجيرا رهجموا علينا هجيرا لنا قلت له اولدي شكلوا مع هاد الناس قال يابا اديرا هاد الناس هاد السيد لي هو مسؤول حدانا مع اولاد عمه والوالدين دياله وراهما كي طيحوا لنا ندخل ركي هرسوا ركي دققوا قلت له اخا والدير سامت ديرتش حاجة انا يا كرجل اعمال اتصلت مع ناس مسؤولين قال يابا ادي انت ادير واحد المسائل القانونية كما تدع هذا السيد هو رجل القانون ديرت انت القانون ديالك دير شهود ديالك وخوض لك واحد صورة ديالفيديو على المسائل ديالك داك شي اللي يستاشرت مع الناس قلت له اولدي ما تعملت شي حاجة هل يدير وهل يدير شاهدنا الناس جاهوا قلت له وش هو بيدو قال يابارا بيدو قال كي جاب الكات كات دياله رباعية دفع كات كات خطرة وكي ربطولو النخلة وكي يجر 24 ديال النخل هانتو ما كتشوفو النخل كي طايح ره الشي هاشي كي يوقع علينا الفين وتسعتاش شهر ثلاثان هرستا وحنا مازان كنعاني وطريق مسدودة عالية دا بدير طريق كندوز من واحد البلاد ديالي من جيال اخرى على الواد وكان طلع بشكل حق المحال ديالي بواحد المشقة اللي هي مشقة كبيرة وقع عندي خسائر كبيرة هرسول يجاج ديال الفيلا شرجم ديال الفيلا التراكس عندي واحد تراكس هنا كتشوفوه فوق مية وسبعين مليون كل هجاج ديالي تتغربل نخل كل شيء يتهرس داك اللينغاس ديال الباب تاو كنمهرس واحد ضايعه انا من الي اتصلت مع الناس ديالي بشي تلتجأت درت اعوان قضائيين طلعوا العين المكان داروا المعينة ديالهم شافوا داروا تصاور ديالهم دست للدارك المالكي جاوا معي الدارك المالكي داروا المعينة ديالهم داروا تصاور ديالهم بقيت أنا كرجل الأعمال ملتز مع القانون لحد الآن من ذاك الوقت والندبات طريق مسدودة علية وشي حاجة لما هي رأى الباب دي مني كندخل ها مني كنجيب الدورة رأى كنجيب الدورة على هذه البلادات كلها ونطلع لهذا إحنا القانون كهو رجل قانون أنا مواطن القانون علي وعلي أنا رجل أعمال أنا قانون لكي يدعي هو كي يدعي رس قانون أنا مواطن تاني تبقى علي القانون رب حالي بحالو أما باش نجي نافيستيسمو هنا وعندي فوق 45 و 50 ديال العمال رتساور ديالهم كانوا هنا مجموعا في حد الفيديو مجموعا هنا والتركتورات واقفين وكل شئ دوك العمال عندنا مشاكل ده بكنا نشدو زملي مخدم هنا مستطمار مخدم ده غارس سميتو نهار جيتنا لهذه الأرض بس استطمار فيها حتيها مسقط رأسي مسقط رأسي أنا جيت البلادي باش نستقر مسقط رأسي ودرت دكشي لكي يديرو الناس بلا ما نذكره شنو درت القبيلة ركت هذا الشهد حل الحمد لله ران مشجيد في صالة الجمعة صالة الخمسة في كل شيء ما بنيتش داري أنا حتى كالمشجيد هو الأول وجيت زعمة كابنو المنطقة باش ننصوب هذا الشر هذا يكون في المحل دياله ولكن للاسف 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 لنا مع هاد السيد هذا الذي يقول لك أنه قد راجل القانون وما فهمت شانا قاعد رأى لي حد الان الخيل عندي هنا من 60 كالمواسيب من بشي وله هذا يخرج الخيل وولدي بنيب هاد شي ديال طبوريضة ما يخرجون له خيل فهو عندي هنا فوق 300 ديال الغلم يأتي طبيب بيطاري كي تلفع المحل كي يبقى يتسارد الدنيا كلها كي يجيون نزل فلاحة يبقى يقلبوا الشجر كانوا يأتي لدينا على الهاتف وكانوا يأتي لنا عادين وكانوا يأتي لنا لا يأتي لنا لا إله إلا محمد رسول الله الله ينسر صيدنا دردت شكاية ديالي درت شي كاية ديالي درت لما خليش مدرش شكاية ديالي رمزالي حيث لأنه تتكلموا المحكامة تقلوا أن هذه السيدة مسؤولة على الاختصاص في محكامات اخرى بشينا رئاسة نياب العمل بشينا السلطة القضائية درنا الشيكاية لحد الان لحد الان لا الهي الله محمد رسول الله الاجراءات القانونية اجراءات القانونية كل شيء لحد الان انا غادي بالمسائل القانونية غادي ها انت كتشوف يكشتي نخلي كناط عليها الربيع من الفين وتسعتاش ها انت كتشوف نعم ها انت كتشوف ها انت انا مخلي ذك شي تنشوف انا بقي الحق ديالي انا كرجل الاعمال ومواطن لو كنت كنا عرفت مواطن بحال مواطنين خسني حق ديالي مكينش هدا فوق هذا بحال بحال الحمد للحنة لا خلينا سيدنا لا خلينا سيدنا اشيلك هيا انما بقي حق ديالي وانا كنت لان كتشوفة تفتاح انه انت توجه الانداء من ادخال مواطنين ما زر الجينه لانك توجه النداء ديالي كن وجه النداء ديالي كما لديه فهو أقدر الوزهي في جبل فهو أقدر الوزهي في شارجي و لا تنهي لديه الفلاح في بلدان و لا تنهي تبارك الله لا يفوت على 150 هكتار كل هذه الفلاحة نقوم بإمكانها ونقوم بإمكانها لغة الفلاحة التي تقضيها والله ينصر سيدنا هذه هي تراكسة تريسة تحضل مشروعات توقف ملتحرفة توقف ملتحرفة توقف ملتحرفة توقف ملتحرفة تحضرين ها انت نسي ها التراكس هذي كلها بالحجارة ركشته احتى الفيديو رأي عندي فيديوات مصورة في كل لحظة الفيديو رأي تخبه غير في تراكس ويضربوه بالحجارة ويضرب الفيديو من تراكس رأي في قاعدك الشراطي ها التراكس مهرسة عندك الباب ديال لديك شرجة مهرس عندك نخل كله طيح والخسائر اللي ما كتصورش على الباب دبعا انا اخي كان نطلب هالطريق ديالي باش تصرح انا عندي فوق 45 عموال باش تصرح هالطريق باش الاموال ديالي باش تصرح هالطريق باش الاموال ديالي كما تطرح هالطريق باش تصرح دقيقتا باش تصرح في الايوبي دخل المحافظة في 91 ودر فيها اشهاد عدلي لان ما يدوز منها الشاحنات والحافلات والالات الحصاد وكل ما يوقع في الفلاح يدوز منها و هذا الطريق كانت فيها 8 متر و سبعة متر و رجعت الوحد ثلاثة متر و جو جونس لم تدوزني انا بسيارتي انا كنت ندوز بسيارة مغتل قشر ربيع تما نيض انا ما كنت ندوش دا بقع من سما انا قلت لك بدل الطريق من جي اخرى و انا دا بكنا ندير نيداء الناس المسؤولين على هذه العمال ديالي انا ما كنت نتحملش مسؤولية ديالهم انا جيت افيستي تغسرت و هالطريق هاديران منها كنت ندخل و نخرج عندي العمال هنا بما يميقرب على 45 او 50 عامل و في وقت الفلاحة كانوا تلك سبعين ثمانين ديال العمال و وقت الزراعة و وقت الحصاد و وقت الجنيان ديال الغلاق كانوا تلك سبعين ثمانين مية ديال العمال انا دا بما كنت تحملش مسؤولية ديال الناس دا بانا ساد عليها تسيد و عيت منصبر هادي عامين من الفين وتسعتاش لاي لاي الله محمد رسول الله والله ينصر سيدنا الحق رفوق الجامع